محمود عاليس جديد كان خايف قوي من ليلة الدخلة يمكن لانه جسمه صغير ولانه شايف ان عرصته جميلة جدا وهو بيحبها جدا جدا والناس من اصحابه قالوا انت مش هتنفع معها الرجل راح حلل حاجات وقسته الحاجات ودهن حاجات واشترى حاجات وأكل حاجات وضرب حاجات وتفرج على حاجات وعمل حاجات وفي الفرح خد حبيتين من واحد صاحبه خبرة شوية في الحاجات دي وأول ما راجع البيت مع عرصته داخل وقع السرير وقضى الليلة كلها ترجيع ونوم ألف مبروك يا محمود من بريطانيا محمد منصور قناة الدكتور الأول قبل ما نبدأ الحلقة تحذير الحلقة دي لرجالة بس للمتجوزين بس او لدخلين على الجواز الهدف من الحلقة دي وكذلك أكثر اللي موجود على النت يأما بياخدش الحياة بشكل او باخر يأما معمول بشكل تجاري عشان يروج لعلاج معين دهان معين دواء معين ومع ان الموضوع منتشر جدا والناس كتير بتخاف منه جدا وبتسأل عنه كتير جدا لكن للأسف مصادر المعلومات بالعربي شوية قليلة وأحيانا الناس بتوصل لمعلومات غلط تأثر عليهم وعلى زوجاتهم وبتخرب بيوت فعليا طيب الحلقة دي الكبار فقط زي ما قلنا لو حد صغير بيتفرج علينا يريد تقفل الحلقة مش هتستفيد انها اي حاجة ولا فيها اي حاجة مثيرة بس مش هتستفيد حاجة وعشان لو حد صغير لسه بيتفرج علينا ومش هيستفيد حاجة فاحنا اي كلام صريح شوية مع انه لاحياء في العلم ولكن اي كلام صريح شوية هنقوله بالانجليش وهنكتب ترجمته تحت بالعربي طيب الحلقة ديت في سلسلة حوار مع دكتور هي هتكون ملخص كلام دكتور اين اردلي وده كان نائب رئيس جمعية الجراحين الملكية في بريطانيا في اجتماعه كان له معانا كتكترت كلا مع اضافات طبعا من بعض المصادر الطبية التانية ويمكن اشعرهم اب تو ديت المصدر الطبي اللي كتير من الدكتورة عارفينه طيب خليني ابدأ بحاجة بديهية جدا يمكن كتير من الدكتورة هيتحاكوا علي لما قولها لانهم افاكرين ان كل الناس عارفينها وانا كنت اظن كده لحد ما جالي اسئلة من الناس متعلمين بصراحة تعليم عالي واتضح ان الموضوع فيه لابس شوية العقم حاجة والضعف الجنسي حاجة تانية خالص ما لهمش علاقة ببعض او خلينا نقول مش مرتبطين قوي ببعض يعني جارك اللي ما عندهش اولاد مع انه متجاوز بقاله عشرين سنة ده ربنا مبتليه بالعقم ده ما لديهش علاقة بالضعف الجنسي مش معناه ان هو عنده مشكلة جنسية ده مشكلته في الانجاب وفلان اللي عنده ضعف جنسي او اللي بيشتكي من مشاكل في اللاقة الزوجية ممكن يجيله اولاد بشكل او باخر بشروط معينة لكن ممكن يجيله اولاد كتير جدا ويكون عنده مشكلة في العلاقة الزوجية او نوع من الضعف الجنسي يعني عشان عملية الانجاب تتم عشان تخليف يبقى عندك اولاد لازم يتكون حيوانات منوية بشكل كويس جوا الخصيطين وبعدين الحيوانات المنوية دي تقابل بويضة سواء في علاقة زوجية او عند الدكتور او في المعمل اللي هو بيسموه التلقيح المجهري او الحقن المجهري او اطفال الانبيب او اي حاجة زي كده المهم حيوان منوية الراجل يقابل بويضة عند الست وبعدين الاثنين دول لما يتقابلوا ويلقاحوا بعض يستقروا في رحم واحدة ست كده يجي طفل لكن علشان يحصل علاقة زوجية سليمة ما يبقاش فيها ضعف جنسي او عشان قول ان القوة الجنسية مظبوطة لازم يبقى فيه رغبة الاول عند الراجل لو ما عندهش رغبة دي مشكلة لازم عنده رغبة عايز اللي هي بنسميها الديزير او الليبيدو وبعدين لازم يحصل ايركشن وبعد الايركشن لازم يقعد ايركشن فترة كافية على الاقل دقيقتين بعد البنتريشن وبعدين لازم يحصل لو فيه اي مشكلة في اي مرحلة من دول يبقى فيه نوع من الضعف الجنسي او اللي بنسميه او ايركتايل دسفنكشن طيب خلينا ننكز هنا على اهم حاجة تهم الناس كله او تهم اكتر الناس والناس كتير بتسأل عنها هي مرحلة ان مش عارف يعمل ايركشن او مش عارف يمنتين الايركشن او يخلي الايركشن فترة كافية اقل حاجة دقيقتين بعد البنتريشن 6 دقائق هي المتوسط تقريبا واي حاجة بعد كده كويسة مفيش مشكلة بشرط ان يحصل ايجاكليشن في الاخر يا اما مش عارف يمنتين الايركشن يا اما واحد مش بيحصله ايركشن اصلا مع الاستثارة يعني لما حاجة تثيره مش بيحصله ايركشن خالص طيب ايه الاسباب اهم خمس اسباب في العالم كله مرتبطين للاسف ببعض الضغط السكر زيادة الوزن زيادة الكوليسترول ولما نقول زيادة الوزن هنقصد اكتر سمنة البطن اللي هي الكرشي يعني زيادة الكوليسترول تصلوا بالشرعين للأسف الخمسة دول غالبا مرتبطين بعض وفي الطب نسميها متابوليك سندروم او المتلازمة الميتابوليزمية تيجي بعد كده شوية امراض تانية ممكن تسبب مشكلة الضعف الجنسي ديت زي فقر الدم الشديد بعض الاختلالات الهرمونية هرمونات بيضة او فيها لغبطة فشل الكلوي وامراض الاعصاب وطبعا ننساش اهم سببين او اهم عاملين التدخين والضغوط النفسي تخيل حضرتك ان نسبة الاسباب النفسية اللي هو مريض ما عندهش مرض عضوي خالص الاسباب النفسية ديت طبعا بتختلف من سن لسن ومن مرحلة لمرحلة في الحياة الزوجية من بلد لبلد ولكن تخيل حضرتك انها توصل في بعض الدراسات لثمانين في المية من الناس اللي بتشتكي من ضعف جنسي او عدم قدرة على ان يحصل لهم يعني حضرتك متخيل ان ممكن توصل لثمانين في المية تمانية من كل عشرة من الناس اللي بتشتكي من الموضوع ده يكون عندهش مرض وكل موضوع ان انتك محتاج تطمنه بس او انه يعرف انه عندهش مرض وان ده شيء طبيعي او بسبب ضغوط او غيره محتاجين نطمنه بسيبقى كويس طيب هناك مشكلة في الاركشن نعرف ازاي المشكلة دي نفسية او عضوية خلينا نقول ان القعدة ان لو عندك جهاز بايز يبقى مش هيشتغل خالص لكن لو الجهاز بيشتغل شوية وبيعطل شوية يبقى الجهاز شغال لو بيشتغل في اوقات كويس ولما تيجي حضرتك تيجي تشغله مايرضاش يشتغل هنا الموضوع نفسي الجهاز نفسه سليم ماشي طب برضو هاداتك تعرف ازاي اوكي الانسان وهو نايم الانسان الطبيعي لو نايم تمام ساعات بيحصل له من ثلاث الى خمس مرات متوسط ايريكشنز في الليلة هذا بيسميه نوع من الاركشن طبيعي هذا بيحصل في مرحلة من النوم بيسميها اللي هو المرحلة اللي يتحرك فيها بسرعة وغالبا الانسان بيحلم فيها كل ايريكشن من دول بيقعد من ثلاثين لستين ديئة غالبا نصف ساعة لساعة طيب لو واحد بيحصلوا ايريكشنز وقت النوم يبقى دا كده الجهاز عنده شغال مفيش مشكلة المشكلة نفسية امتى بقى هو بيحتاج يشغل الجهاز ده؟ طيب نعرف ازاي بيحصل ايريكشنز بالليل وانت نايم كان زمان فيه طريقة سهلة لازال بعض الناس يتملع حد الوقتي ولازال سهلة ممكن حددك تجربها لو عندك مشكلة ومش عايز تروح لدكتور عايز تكتشف انت الاول الموضوع مش دقيقة قوي لها مشاكل ولكن سهلة عارف حددك طبع البريد الطبيع البسطة اللي بتلزع على الجوابات دلوقتي الناس كتير بتبعطيه جوابات من غير ستام المهم عارف طبيع البسطة هو كدة اسمه اختبار طبيع البسطة او ستام تست بنجيب ستام طبع البسطة اللي هو بيتبل الا كان زمان الناس بتبلو باللسانة ويبدأ علي الظرف بتبلو حضرتك وتلزعو على البينيس على جنب البينيس يبقى كده اذا حصل ايركشن بالليل ايه اللي حيحصل الطابع ده او الطابع البسطة ده يا حيتفك يا حيتقطع موضوع ميكانيكي يعني بالطول ذات فاللازق اللي عليه حتقطع مش هتقدر تكمل مع الطول اللي ذات بالليل ده موضوع بسيط جدا طبعا المشكلة انه ممكن الطابع يتقطع او يتفك نتيجة انه واحد يتحرك وانايم او اي حاجة زي كده عشان كده ده كده يستعملوا طرق احسن كتير وادق كتير اجهزة بتتحطط ايس بالليل الدم وصل قد ايه لان هو الايركشن ما هو الا دم كتير دخل في البينس فبيخليه يكبر يبقى الطرق الحديثة ان الدكتور بيديك جهاز يقيس بالليل اما الدم اللي بيوصل او النبضات اللي بتحصل في البينس او غيره طرق تانية كتير ولكن لو عايز تعمل الكلام ده مغير تروح للدكتور لازم الناس كتير بتستعمل الاختبار طابع البسطة ده طالعا طريقة تانية ان لو في ايام مع العلاقة الزوجية بيحصل ايركشن كويس وايام تانية ما بي بيحصلش يبقى قطعا الموضوع هنا نفسي والله ممكن انت مجهد في المرة ديت ممكن انت تعبان ممكن انت مضغوط نفسيا ممكن فيه اشتياء جامد جدا بيخلي يحصل ايجاكوليشن سريع بسبب الاشتياء والراجل عايز يخلص طيب حضرتك زي كل الناس او زي اغلب الناس جالك يوم او مرة من المرات حصل لك فيها نوع من ال اه بلاش نقول الضعف الجنسي خلينا نقول ايركتايل ديس فانكشن زي ما بتسمى دلوقتي او اضطراب في الايركشن طيب اه بتكلم مع حد فق انا اقول لك لا استنى ده هرمون الذكورة عندك التستوستيرون هتلاقيه قليل وتعال نحلل وناخد عليك هل كلم ده صح ولا غلط ده اقول لحضرتك ان التستوستيرون او هرمون الذكورة ده مش شغلته الوحيدة هي الايركشن ده جزء صغير جدا من الوظائف بتاعته لو في نقص في هرمون الذكورة التستوستيرون الانسان بيجيله اعراض تانية كثير لو ما عندهش الاعراض ديت مش صح اصلا نحل الهرمون اعراض زي ايه مثلا زي ان شعره يقع زي ان يكون عنده اكتئ او قلق او توتر لانه له دور كبير جدا في ضبط نفسية الراجل زي ان ما يكونش عنده راغبة اصلا في العلاقة الزوجية لانه له علاقة بالليبد او بالديزير زي ان يكون الراجل عنده ارهاق وضعف عام لانه مسؤول اصلا عن بنية الراجل عضلات الراجل بتكون ضعيفة وحجمها بيقل وفي المقابل بتزيد الدهون وتترسب في منطقة الكرش الراجل لو عنده نقص في هرمون الذكورة بيجيله نوبات صهد او حرارة او يحس بنوبات كده حرارة جسمه بتاعلى وتقل ممكن ما تعالج بالترمومترا كن هو يحس سخنية وبرودة تيجي وتروح وتيجي وكمان لما بيحصل ايشاكيليشن كمية السيمن اللي بتنزل بتكون كده بتكون قليلة طيب اللي عنده الاعراض ديت نحلله الهرمون لو الهرمون طلع قليل فيه كلام اصلا هل تعويض الهرمون ده مفيدة ولا مش مفيد بس اغلب الاراق في الطب بتقول انه غالبا مفيد خصوصا انه فيه اعراض تانية معا لكن انا اخد واحد من البابل الطاق كده احلله الهرمون ويطلع قليل او ساميه بوردر لاين او على الحدود او ام تدي له هرمون لا الكلام ده مش صح خالص وقد يكون لها اضرار اكتر من الفوائد بتاعه حتى الهرمون لو طلع قليل قليل سنة المفروض يتحلل بطريقة تانية اللي هو بنساميه الفري تستوستيرون اللي هو بنحل الهرمون اللي شغال فعلا مش كل نسبة الهرمون اللي بدمه وبناء عليه لو قليل فعلا ممكن نديره تعويض انما ان واحد يقول لك يلا ده الهرمون عندك قليل تعال اخد تعويض لا خالص طيب ناخد فياجرا ولا ما ناخدش؟ هل تع انك عارف ان دي اصلا كان دواء شركة فايزر بتعمله عشان تيوطي الضغط علاج للضغط والانوع بيشتغل كعلاج للضغط بيوسع الاوعيات الدموية بحيث يقلل ضغط الدم جوه الاوعيات الدموية الناس في المراحل تجارب على الدواء فيه مرحلة اللي بنسميها فيز اي بي في المرحلة ديت الناس الباحثين اللي بيجربوا بيشوفوا الناس اللي بتاخد الدواء بيحصل لهم ايه؟ لو الناس اللي بتاخد الدواء بديحصل لهم ايركشنز طويلة فترات كبيرة ويريكشن قوي الرجالة كلهم اللي في التجربة هب وقف بقى في حاجة بتحصل هنا تعالى نشوف ايه الموضوع زي ما قلنا قبل كده ممكن يوقف التجربة ممكن يلغيها ممكن يوجه الدواتة وجه تاني وده اللي تعمل فعلا بدل ما كانوا بيدوروا على علاج للضغط اكتشفوا ان عندهم علاج للضعف الجنسي او للناس اللي ما عندهاش قدرة على انها هتحافظ على طيب هو بيشتغل ازاي بيوسع الاعواؤيات الدموية لان ويوسع الاعواؤيات يدموية في الهاتف فالدمي بيوصل كثير هناك وجه يحدث ماخري حيث حجم التمج fellaår بسبب الدم وهى طريقة التمج الدم يدخل داخل في كل جسم ما ما بده في القصة الغاني صدائع اا احتقام في القناة اعمال احتقام في القناة فالنقطع الدم في الوش الوش يحمر لأن الدم زادت في الوش دوخة لأن الضغط نزل وطبعاً الضغط ينزل هذه الأثار الجنبية وده تقريباً لازم تحصل ولكن تحصل في أغلب الناس يعني بنسبة أو بأخرى تبقى مزعجة لحوالي 10% من الناس ولكن تقريباً أكثر الناس تحس بيها طيب يعني ناخد فياجرا ولا ناخدش مفيش مانق الفياجرا يعتبر دواء مش عايزة أقول آمن ولكن كويس مفيد ينفع في حوالي 75% من حالات الضعف الجنسي حاجة كويسة جداً يتاهد من حوالي نص ساعة لساعة قبل العلاقة الزوجية فيه ناس بتعرف أنه يشتغل وبعدين بناء عليه تحدد وقت العلاقة الزوجية لما تحس بشو تصدع خفيف وشو تحتقان في وشها ساعتها تعرف أن الدواء بدأ يشتغل فعلاً الدواء ما بيشتغلش لوحده يعني هو بيعمل توسع في العواية الدموية ده مش معناها إيركشن لازم يحصل استثارة جنسية علشان تستفيد من الدواء يعني لو واحد أخذ عشر حبيات فياجرا مشكلته ضغطه حيوطة جداً وممكن يموت فيها لكن مش هيحصل عنده إيركشن غير لما يحصل استثارة طبعاً الكلام اللي فات ده كله ينطبق على الفياجرا زي الليفيترا زي السيالس زي كل الحاجات اللي زيهم الفرقات بينهم تقريباً ما فيش هو بس المدة اللي بيشتغلوها يعني الفياجرا واللي زيها اللي بسميها سيلدنافيل ديت بتشتغل من 4-5 ساعات يعني حضرت خط الحباية بيفضل تأثيرها جوه دمك من 4-5 ساعات ده الوقت اللي لازم تتم فيه العلاقة الزوجية عشان تستفيد من الفياجرا أو اللي زيها طيب الليفيترا واللي زيها ديت بتشتغل حوالي 8 ساعات مدة أطول شوية بتديك وقت أطول شوية يتم فيه ممارس العلاقة الزوجية طيب السيالس لحد 36 ساعات يعني ممكن لحد يأخذ الحباية وتاني يوم يمارس العلاقة الزوجية لسه شغالة في دمه لسه هتنفعه لما تحصل استثارة معلومة ضريفة صغيرة على جنب كده ان الأدوية دي كلها لانها بتوطي الضغط ولانها بتوطي على العواعي الدموية فهي بتستخدم في علاج مثلا لتفاع ضغط الدم جوه الرئة وهتلاقي كل دكاترة العناية بيستعملوها مع الرجالة والستات عندهم في العناية لما تضغط الدم يتفع جوه الرئة ليس عشان ده كثرة العناية وللونات الأدب ولكن عشان دواء مفيد فعلا وزي ما بيوسع الأوعية الدموية في المكان اللي حضرتك محتاج وعشان للمخص زوجية فيوسعها في كل مكان تاني في الجسم المانع الوحيد ان احنا نستعمل الفياجرا واللي زيها ان حضرتك تكون ماشي على دواء من أدوية القلب اللي هو بنسميه نايتريت أو حاجة زيها طيب واحد يقول لك ما ناخد ترامدول ترامدول تأثيره حلو جدا ترامال تامول فراولو زي ما بيسموها بقى هو الترامدول بيعمل ايه؟ ايه علاقته بالعملية الجنسية هو الترامدول ما هو إلا مسكن قوي للألم لدرجة أنه مخدر اوه الله يا مخدرات اوه حداك ما عندكش فكرة مخدرات طيب ايه علاقته هنا بالعملية الجنسية واحد انه بيقلن الاحساس الراجل بالتعب وده يمكن احد اهم اسباب الـ ان الراجل تعب فعايز يخلص اتنين بيقلل الاحساس في البينس لانه بيقلل الالام فبيقلل الاحساس ولان الاحساس عند الراجل هو اكتر عامل الاستثارة فلما يقل الاحساس بتقل الاستثارة فبيتأخر الاجاكيليشن وهو هذا اللي الراجل عايزه كمان لانه مخدر فهو بيخلي مزاج الراجل كويس بيخلي الراجل مبسوط فده طبعا بيحسن الاداء في العمليات الجنسية اجمالا بس ده بشكل مؤقت طبعا يبقى ناخده لا طبعا اولا كل التأثيرات دي مؤقت ثانيا التأثيرات ديت مع الوقت الجسم بيتعود عليها وعلى فكرة بسرعة فيبدأ الجسم يحتاج جرعة اكبر عشان يجيب نفس التأثير واكبر 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 عشان يجيب نفس التأثير لحد ما توصل لك بتاخد جرعات عالية جدا ومفيش تأثير اصلا ايوة يعني بقيت مدمن حتىك بقيت مدمن الدواء عايش عليه وما بيجيب لكش الفايدة اللي انت عايزها ثالثا زي اي مخدر تاني لها اعراض انسحاب يعني حضرتك لما توقفه بتبدأ تضعف جدا 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 من غير الدواء خلاص بقيت مدمن طيب واحدة حيقول لك استعمل بقى الدهانات والكريمات دي امان وزي الفل وما هيش دوا بتاخده بيأثر على جسمك زي الفل في واحد عليه حصان وفي واحد عليه الاسد مين بقى اجمد يا دكتور طيب اولا مفيش اي دهان او كريم حاليا موجود مصرح به من الاف دي اي او منظمة الصحة والغذاء الامريكية يعني مفيش ولا واحد فيهم عليه دليل انه امن وفعال عشان حضاتك تستعمله عشان يفيدك في العملية الجنسية وعموما هي الدهانات دي كلها بتشتغل بطريقة من ثلاثة يا اما زي الفياجرا او اللي زيهم حاجة بتندهن بشكل موضعي فبتوسع الاوعاد الدموية فبتخلي الدم يجي او لما يجي يبقى في وعاء كبير ويتحبس فيحصل اريكشن كبير يعني بيقولوا كده او بيحاولوا يعملوا كده يا اما بيشتغل عن طريق انه هو فيه تستوستيرون او حاجة زي تستوستيرون هرمون الذكورة فالمفروض انه بيزود هرمون الذكورة في البينس وطبعا ده كلام فاضي وليس له اي تأثير معروف فعلا في الحقيقة واشك انه في يوم من الايام حيتم الموافقة على اي داوة من النوعية ديت يا اما بيكون مخدر او مسكن للألم هتلاقيوا نفس النوعية الادوية اللي بناخدها بالفم حبوب او ادوية هي تستخدم كدهان موضعي اللي بيستخدم كمسكن من القلم او مخدر موضعي غالبا ممكن يبقى له تأثير فعلا وغض النظر بقى هل هو صح ولكنه ممكن يبقى له تأثير لانه يقلل الاحساس بالاستثارة وده بياخر طبعا طيب يقول لك خلينا بقى في الامان الحاجات اللي ملهاش اضرار بقى الكلام الجميل العشاب والحاجات ديه برضو هقول لك مفيش اي ابحاث محترمة تثبت ان في اي حاجة من الحاجات دي لها فوائد بس هو كلام يعني معالهوش دليل عن حاجة زي الزنجبيل مثلا ان الزنجبيل بيزود بشكل او باخر القدرة الجنسية عند الراجل بشكل مؤقت وكلام عن بهانات زي اكليل الجبل ان ده والله بيقل برضو بيعمل بيزود الدم اللي رايح للبينس فبيقوي الاركشن الكلام ده معهوش دليل ولكن الناس بتقول ان هو فعلا بيشتغل وبصراحة صعب اقول لك اه او لا اما اقدرش اصحك بيه ابدا ولكن والله لو هو حاجة هي تعتبر عشاب امنة يعني مش معروف لها اثار جانبية واضحة ولكن والله لو هو جنبك رخيص ومحدش هيكسب منك فيه فلوس وما بيسبب لكش مشاكل وحضرتك عايز تجربه ما اقدرش اقول لك ما تجربوش لكن اقول لك ليه فايدة ما اقدرش اقول لك ليه فايدة طيب بعد كده بقى فيه شوية اختيارات طبية بحتة ما ينفعش تعملها غير لما يكون فيه دكتور فحص حضرتك سمع منك مشكلتك دكتور متخصص وقال لك نعمل ايه فيهم بالضبط بسرعة هنقول عنوين لكي تبقى واضحة عند الناس لكن ما ينفعش حضرتك تعمل منهم ايه او تعاملش منهم ايه لو حضرتك محتاج نقول مثلا اللبوس او التحاميل اللي هو من مجرى البول او الحقن حتى اللي في البينس وده بتبقى حاجات بتعتمد على ان تجعل الدم يجي كتير للبينس فيحصل اريكشن كبير ممكن تعمل تلايف احيانا بتعمل الوجع جامد جدا وده منتشر جدا معاها احيانا بتعمل اريكشن فترة طويلة مقلمة جدا جدا واحيانا بتبقى بتوصل بالتلات اربع ايام اريكشن فترة طويلة احيانا بيموت البينس دي مشكلة كبيرة جدا واحيانا بنتطر تدخل جراحي عشان نلغي الاريكشن او نوقف الاريكشن فيه اختيار تاني احيانا الدكتورة بيلجأوله اللي هو المضخات او المصات او الشفطات يعني اما مضخة تضخ الدم جوا البينس او سوري تضخ مادة جوا البينس عشان تعمل له اريكشن او شفاط من برة يشفط يخلي الدم يدخل جوا البينس وبعدين باستيك عند الروت او عند جذر البينس يتقفل بحيث يفضل اريكشن كلامنا طبعا اصاره كتير ومشاكله كتير بس احيانا الدكتورة بيلجأوله اخر حاجة احيانا الدكتورة بيلجأولها وده بدأت تنتشر كتير السنوات الاخيرة لان دكتورة بدأو ياخدوا خبرة كبيرة فيها والشركات تطور فيها بشكل احسن هي اللي هي بنسميها البينايل بروسفيزيس او الاجهزة التعويضية للبينس وده بقى انواع كتير بعضها قايم على حاجة زي بالون بتتنفخ باللونة بتتنفخ وده طبعا مشكلتها الناحيانا ممكن تفرقع ممكن تعمل تآكل البينس من جوه فيه حاجات زي بنسميها اللي هو ان هي طول الوقت حاجة كده نص طرية نص جمدة يعني حاجة زي المطاط تبقى موجودة جوه البينس ما زلوها جوه البينس فتخليه طول الوقت في حالة زي الايريكشن بس مش قوي وده طبعا محرجة لشكل الراجل لان طول الوقت عنده نوع من الايريكشن الحاجات دي احيانا بتبقى علاج وبتنقذ حياة اسر فعلا بتتهد احيانا وبتنقذ نفسية راجل بيتدمر احيانا ولكن لها مشكلها كتير والحاجات دي كلها اختيارات طبية لازم الدكتور المتخصص يناقشها مع حضرتك اذا في احتياج لها ونقول بس كده اهم حاجة في الموضوع ده كله ان عايز اقول ان الموضوع ان العامل النفسي له دور مهم جدا ومهم ان حضرتك ممكن تشخصه بنفسك الحاجة التانية والمهمة جدا ان لازم تعرض نفسك على دكتور لو موضوع طول لان احيانا علاج السبب اهم كتير من علاج العرض اذا فيه ضعف جنسي احيانا يكون لازم نعالج السبب اهم الف مرة نضبط الضغط على المسطرة نضبط السكر كويس جدا مش بس عشان نعالج الضعف الجنسي ولكن عشان حاجات تانية كتير احيانا انك توقف التدخيم يكون هو اهم حاجة انك تنزل وزنك انك 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 الكلام ده لازم مع دكتور ارجع للدكتور المتخصص لو الموضوع فعلا طول معك شكرا انك استحملت اتفرج على الحلقة لحد اخرها يارب تكون الحلقة مفيدة يارب ما نكونش اقولنا اي حاجة تاخدش الحياة وحاولنا نحافظ على الحلقة باكتر شكل محترم ممكن لو حضرتك جديد معانا اشترك في القناة من هنا ولما تفرجتش على حلقات اللي فاتت اتفرج عليها من هنا اشوفكم الحلقة الجاية سلام عليكم